يلتحق بنا من مأرب الناشط الحقوقي والصحفي خليل المليكي أهلا بك أستاذ خليل خلنا أبدأ معك أستاذ خليل بما أنك حقوقي وأيضا صحفي نقلة مصادر إعلامية أن الحوثيين يفرضون الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء على عدد من الوزراء المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي وهم محسن النقيب وعلي القيسي وفائق السيد وعبد العزيز البكير وعلي ابو حليق وعبد العزيز الكميم سؤالي هنا أستاذ خليل يعني قانونيا ما هو العقاب لهؤلاء الحوثيين طبعا نعم مرحبا بك أخي العزيز ومشاهدكم الكرام ما حدث في صنعاء من جرائم تقوم بها الميليشيا الحوثية ضد أعضاء المتمر الشعبية العام وهم ما ذكرتمهم سابقا هذا يعد جريمة كبيرة لا يمكن لأي جماعة أو لأي حزب أو لأي إنسان أن يقوم بهذا العمل الميليشيا الحوثية تجاوزت كل العقوبات وكل القوانين الدولية اليوم الميليشيا الحوثية ترتكب أكثر من جريمة تقوم بإعدامات ميدانية أكثر من الإقامة الجبرية اليوم على المجتمع الدولي أن ينظر لهذه الجرائم التي تقوم بها الميليشيا الحوثية وأن يضغطوا على هذه الميليشيات وعلى دعم هذه الميليشيات كإيران وغيرها اليوم على اليمنيين جميعا أن يتحدوا ضد هذه الميليشيات حتى يستطيعوا تخليص الوطن من هذه الميليشيات الحوثية وكذلك تخليص ما تبقى من أعضاء المؤتمر الشعبي عام وغيرها من الأحرار الذين أخضعونا تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية وفي المحافظة التي لا تزال تحت سيطرة هذه الميليشيات لا يوجد أكثر من عقوبة بأن لابد من الوقوف بقوة وبحزب تجاه هذه الميليشيات لأنها لا يمكن أن تلتزم بأي قانون أو أي عرف أو أي قانون دولي على أي مستوى من المستويات أيضا أستاذ خليل أن الميليشيات الحوثية الإيرانية الإنقلابية ترتكب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في صنعها وتفرض حال الطوارئ غير معلنة وتلاحق كل من تشكك بمعارضاتها حتى من النساء سألي هنا أين المنظمات الإنسانية التي اشغلتنا بحقوق الإنسان وهي تصمت على الحوثي؟ نعم هذه النقطة الأكثر خطرا في صنعاء الميليشيات الحوثية تقوم بهذه الجرائم وهذه الانتهاكات حتى تلفونة النساء على الحافلات وفي الشوارع تقوم بتفتيش تلفونة النساء وهذه جريمة ولم يسبق لليمنيين ولا لأي دولة من الدول أن تقوم بهذه الأعمال اليوم المنظمات الدولية والمنظمات المحلية الموجودة في صنعاء تصمت صمتا مريبا تجاه هذه الميليشيات الإنقلابية ومن قبل كانت تقوم بتقارير مغلوطة وكاذبة عن الحكومة الشرعية وعن دول التعالف مما يثبت بأن هذه المنظمات الموجودة في صنعاء لا ارتباط كبير بالميليشيات الإنقلابية وكذلك تتلقى دعم ومعلومات من الميليشيات الإنقلابية وهذا يدل دلالة قاطعة بأن هذه المنظمات لا يمكن أن تعمل إلا تحت راية الإنقلابيين وأنها لا تقوم مع الإنسان اليمني ومع الإنسانية وإنما تقوم مع طرف معين وهو الميليشيات الحوثية أيضا بما أنك صحفي سيد خليل يعني تحقق قوات الشرعية انتصارات مهمة على حساب ميليشي الحوثي ما هي قراءتك للوضع الميداني خلال فترة مقبلة؟ نعم الجيش الوطني يتقدم بقوة في الساحل الغربي وكذلك يقوم بالسيطرة النارية على مدينة حيس لمنع التفاف الميليشيات الإنقلابية اليوم الجيش الوطني يتقدم بخطة ثابتة مما يدل بأن الحكومة الشرعية ومع دول التحالف عازمون على إنقاذ مدينة الحديدة التي تخضع منذ ثلاث سنوات لحصار كبير من قبل الميليشيات الإنقلابية انقاطعت عنهم كل الخدمات الأساسية اليوم المواطنين في مدينة الحديدة وغيرها من المدن يستبشرون بقدوم الجيش الوطني وقوات التحالف العربي هذا يثبت بأن الجيش الوطني خلال الأيام القادمة سيتقدم نحو الساحل الغربي بأكملين لقطع كل الإمدادات والتهريب السلاح إلى الميليشيات الإنقلابية اليوم نحن قادمون على يمن جديد سيشاهدوا اليمنيون قريبا هناك تحرك لكل الجبهات على مستوى محافظة صعدة وكذلك بالجو وكذلك شرق صلعية شرق التحالف العربي قصفا على مواقع الميليشيات الإنقلابية هناك حالة من الرعب تعيشها الميليشيات الإنقلابية في محافظة الحديدة وحالة تقهقر للميليشيات الإنقلابية في صعدة وغيرها من الجبهات نعم كان معنا مأرب الناشط الحقوقي والصحفي خليل المليكي شكرا جزيلا لك أستاذ خليل على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا